أستاذة سورية بتسأل هي عندها العادة الشهرية وهي عايزة تختم في شهر رمضان هل يجوز قراءة القرآن ومسء المصحف لا يجوز عند الجمهور لكن عند الجمهور لا تمسك المصحف ولا تقر جمهور الفقهاء يعني لكن عند الإمام مالك أجاز في حق المعلمة والمتعلمة واللي تخاف أنها تنسى بفوات متابعة القراءة يعني يجوز لك على ذلك القراءة تخدم مذهب الإمام مالك وتقومين بالقراءة من الأجهزة اللي هي بتاعت دي المحمول الأيباد الحاجات الأجهزة دي نقرأ منها عشان دي تقدر أنك أنت تمسكيها وتقري دون مس للمصحف يا أستاذة سورية ربنا يزيدك حرص في لها سؤال تاني كانت عليها أيام وهذه الأيام كانت فاتتها في الصيف هل لما تقضي تنفع تقضي في الشتاء ولا لازم تقضي في الصيف لا يجوز لك القضاء في أي وقت من أوقات السنة يا أستاذة سورية